زارت العديد من العائلات بحي الوادي في بلدية مدري سوليتيا محرومة من الكهرباء لسنوات عديدة وما زاد من معاناتهم رؤيتهم لأعملت الكهرباء في ظل بداية مشروع تزويدهم بالكهرباء الذي تم تجميده بعد فترة قليلة من انطلاقته لتبقى هذه الأعمدة بدون توصيل كهرباء إضافة إلى بقاء مشروع تثبيت محول كهربائي بهذا الحي مجرد هيكل إسمنتي فقط التفاصيل مع ديار بن داود دوغمين ركبوا البطوات رم في عامين ولا ثلاث سنين وكل يوم يقولوا كالذورة جاي رجاي خلصنا 550 تعذوا وما زروا شيرا عدنا محطوات تعال كونتورة دوغ قبلها كالة قرب متين مترا وفي المشتاء وفي البرد هذا كيسر خزنا ره في عام ره مركبين والبطوات رم في عاموش وما زل ما بنت حتى حية إحنا راني جاي بقاء خيطان هاهم وإنا كي يقول له رامكي روحوا نقعدوا ليتين والثلاثاء للظلمة راني نحوشوا للظل برح ما نحوشوا حتى لحاشة خيطان هاهم مركبينهم وإحنا مخلصين ومجل مركبين هاي كيف هي دالة القضية ومخلصين سوال دي وبولاية معسكر لازم